المرحلة كانت مهمة الخطوة الاجتماعية ضرورية في هذا التوقيت بالذات لأن الرئيس الأسيوبي يصر على تكملة المشوار العسكري في مواجهة الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجري والحسم العسكري هو أول أجندة الرئيس الأسيوبي لكن تدخل مجلس الأمن في هذه المرحلة هو قد يعطي ضوء أخضرا لعادة أبي أحمد أوي سناو عن هذا المسلك العسكري الذي بدأ العمل عليه لماذا يصر أبي فعتقادك سيد نصر الدين على انتهاج المسلك العسكري دون غيره من الحلول انتهاج السياسة العسكرية في الإقليم هي ربما تأتي لواقع أن المجموعة تيجري أو الجبهة الشعبية هي ذات مطامع كبيرة في المنطقة وبالتالي إن هي راغبة في يعني جبهة انفصالية هي في الأساس أبي أحمد استند على غوميات عدة في الدولة الأسيوبية هي تساند موقف العسكري تجاه هذه المجموعات لكن هذه المساندة العسكرية لا تأتي في ظل تهيوة تهيوة ميدانية ربما أو مخاوف لأطراف عدة في دول الإغليم منها أريتريا والسودان وغد تمتد هذه المناوشات أو هذه المواجهات العسكرية لهذه الغاليمة المتاخمة في أريتريا وفي السودان داخليا هل يريد إرسال رسائل مثلا سيد مصر إلى الأقاليم الأخرى التي ربما يخشى بأن تنتهج نهج تجري هذا يعني في واقع الأمر هو مؤكد بدرجة كبيرة إنه هو أبي أحمد وهو يملك تماما في هذه المرحلة في هذه المرحلة يملك تماما زمام المبادرة العسكرية وهو صاحب جيش قوامه يعني الغلبة العسكرية هي ممكن نقول هي الرئيس الأسيوب في هذا التوقيت بالذات لكن الأقاليم التي هي أيضا لضيها نفس المشكلات التي ظهرت في تيجري هي لحد الآن لم تبدي بشكل قاطع أنها تدخل في مواجهات من أي نوع مع الحكومة الفدرالية في أديسة بابا نعم إذن هي رسائل ردع مقدمة أو استباقية على ما يبدو لكن كيف يمكن أن نرى حقيقة ما حدث على الأرض في الوقت الذي تقول فيها الحكومة الإتيوبية بأنه بالفعل بدأ الاستسلام قمد انقضاء المدة جبهة تحرير تيجري تقول العكس تقول بأننا صامدون ولن نستسلم ما هي حقيقة ما يدور على الأرض سيد الطيب هذه الحرب تدور منذ سبعين لا يمكن بالتأكيد التحقق من المزاعم للطرفين حول تقدمه أو انتصاره أو سيطرة على جزء أو آخر من البلدات والمدن في الإقليم السلطات الأسيوبية حددت كثير جدا من نشاط الأجهزة الإعلامية في الإقليم قطعت عنه التصالات لا توجد معلومات حول العمليات العسكرية لا يمكن التحدث بمعلومات دقيقة عن العمليات العسكرية التي تجري في الإقليم حتى ما تذكره المجموعات الطرفين هو مجرد أنه مزاعم أو حرب إعلامية نفسية صحة التعبير هناك حقيقة ماسلة أو حرب إعلامية نفسية هناك حرب في الإغليم يدور رحاها هناك نازحون هناك موت هناك قصف متبادل من الأطراف لكن السيطرة لمن لا يوجد تأكيد قاطع سيد مصر الدين الطيب الكاتب والمحلل السياسي